تسعى أجهزة الدولة نحو التوسع في إقامة عدد من معارض أهل رمضان لتغطية كافة المحافظات كما تدخل حكومة كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار قبيل شهر رمضان المعظم في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كهل المواطن مع اقتراب شهر رمضان الكريم تتوصل إقامة معارض أهل رمضان ففي محافظة الجيزة انطلقت أولى المعارض من بين الخمسة يتم تجهيزها استعدادا لاستقبال الشهر الكريم خلال أيام لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتغفضات تصل إلى 30% توفر كافة السلع وبأسعار منافسة وبأسعار متقل حوالي 30% عن الأسعار المسيلة لها في السوق محافظة الجيزة عاملة خمس معارض مبدعيا ده على مساحة 2000 متر طبعا زي ما عالتك شايف الكام الموجود الشركات كلها موجودة شركة قبضة مثلا في الشركة المصرية شركة النيل شركة اللحوم شركة زيت والصابون كل الشركات دي أحد فروع للشركة القبضة طبعا الشركات دي دي بيبقى فيها كام بضاعة ما شاء الله ده طبعا المخزون بتاع مصر يعني تشمل المعارض الجاري تجهيزها بمحافظة الجيزة معرض رئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية وآخر في منطقة بابا وفي مدينة البدرشين بالإضافة إلى معرضين بمدينة السادس من أكتوبر الزبيب أنا ببيع بأقل من سعر الجملة لأن دي معرض ودخلنا على شهر كريم في لازم يعني نحس بالناس المعرض كويس يعني متنوع ومش عارفين إقبال هي بشكل ويهي بس أنا مواسق يعني بفيه إقبال كويس عاملين أحلى تخفضات أفندم هنا في كل حاجة بلح من كل الأنواع اللي الناس عوزها وعملين تخفضات هيلة يعني إن شاء الله تتضمن المعارض جميع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومنها السكر والأرز والمكارونة والزيت والسمن والبقوليات بالإضافة لمستلزمات شهر رمضان واللحوم والدواجن المعرض يقام على مساحة ألفين متر في حوالي خمسة وستين جناح متمثلين في مية وعشرة باكية وخمسة وستين عارض شركات كبيرة أسعار كويسة الدولة تعمل على توفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة الحالية والقادمة بشكل مستمر مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة أهلا رمضان وترحي تخفضات على السلع الغذائية تخفيفا على المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري